إقبال متوسط تشهده أسواق بيع الأغنام في مناطق غات جراء ارتفاع أسعار الأضاحي وتأخر المرتبات وعدم قدرة فئات من المجتمع على شراء الأضحية أسعار مرتفعة جداً جداً الخروف العربي الوطني يتراوح ما بين 1650 إلى 2000 والخروف المحلي، نحن نقول له التهري المحلي، يتراوح بين 1400 إلى 1600 مواطن البسيط لا نعتقد الشيء بيأخذ أسعار مرتفعة جداً جداً وأسف الشديد والمرتبات اللي واحد عندها يمسك في 400 إلى 500 ما يقدرش في الضحايا من تعالى في 500 إلى 600 التنوع والوفرة في الأضاحي من الخروف الوطني والمستورد لم تؤثر على أسعارها والتي فاقت قدرة المواطني محدود الدخل مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ متوسط الأسعار بين 1500 إلى 1800 دينار في أغلب أسواق غات على حسب على قد فلوسك تلقى في السوق اللهم مبارك السودانيات في حتى 1100 تلقى في 700 في 750 تسعمية على حسب يعني فيه تهريات أهم بـ 1500-1600 والعربيات طبعاً هذا من مصدر غاليات يأمل المواطن في غات في وصول دفعات جديدة في الأيام المقبلة عسى أن تكون أسعارها في المتناول مع صرف المرتبات الأمر الذي جعل البعض يؤخر شراء الأضحية قبيل العيد ترجمة نانسي قنقر